بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كرة البلد كرة البلد في كل بيت في البلد في هذه الحلقة لا صوت يعلو فوق استئناف مصابقة القسم الثاني لكرة القدم صدر بالأمس قرار من اللجنة الخماسية برئاسة السيد عمر الجنيني قرارا باستئناف القسم الثاني وإن شاء الله يتم إجراء المباريات 20 ستمبر القادم ويبدأ استعداد الفرق من عقب أجازة عيد الفطر المبارك بداية القسم الثاني إن شاء الله 20 تسعة ويسمح للأندية المشاركة في المصابقة بالتدريبات بعد أجازة العيد يسمح أيضا بإجراء المساحات الطبية لجميع الفرق المشاركة التي ستكون بها للتحاد من 4 ستمبر يعني المساحات للأندية اللي في القسم الثاني التلات مجموعات يتم إجراءها عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم وتبدأ إن شاء الله من 4 ستمبر 4 ستمبر هيبدأ المساحات ويتم وفقا لجدول هيعد من اتحاد المصري لكرة القدم في أولى فقرات هذا البرنامج الرياضة هي تقول جسم وتنشط العقل والرياضة هو تهزيب للنفوس وليس إحرازا لقؤوس هذه حالة الرياضة المصرية ناديين قبرين أكبر ناديين في مصر نادي الأهل ونادي الزمالك المشاحنات اللي موجودة حاليا بين نادياي القمة اللي هم المثال الأكبر للقرى المصرية في مصر حاجة يعني لا يرتقي لها المشاهد شايفين حالة شد وجذب بين الناديين بنرجو من أعضاء مجلس إدارة الناديين الهدوء والتزام الصمت علشان ما يتم الشحن بين الجمهورين دي اللي احنا من خلال برنامج كورة البلد بالنادي به النهاردة يسعدنا في بداية هذه الحلقة أن الصديف واحد من أعلام كورة القدم في الدقاهلية الكابتن محمد الضندراوي راعي فريق شبان بدوي أهلا بك كابتن محمد وأيضا معنا للمرة الثانية الكابتن حمد مرجان الناقض الرياضي أهلا بك يا كابتن حمد أهلا بك يا كابتن محمد شرفت بوجود أخبوط الكابتن محمد معنا إن شاء الله من أعرف كابتن محمد الضندراوي والحج الضندراوي وإحنا في ذكرى هذه الأيام عاوزين نعرف ونعرف السادة المشاهدين من هو الحج الضندراوي فهيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا بتوجه بالشكر للقناة والحضرتك وبداية كلامي أن الحج الضندراوي فهيم كان إنسان بسيط من قرية قرية بدوي بس إنسان عنده طموح ودايما بيدور على الجديد طول عمره محب للرياضة ومنشأ للرياضة وصحي الفكر أولا هو أنشأ نادي شبان بدوي من رحم جمعية الشبان المسلمين جمعية الشبان المسلمين دي أنشأت من سنة 74 أبارة عن شباب صغيرين هو كان أكبرهم سنا أنشأ بها النادي وسعى لإنشاء جمعية الشبان المسلمين ومساعدة محب به كان رئيس جمعية الشبان المسلمين في المنصورة والمرحوم الحج عبد الرازق أبو سعدة كان من رجال أعمال في القرية بدوي ومن خلال هذين الشخصان المحترمان أنشأ جمعية الشبان المسلمين وبدأ لها كيان والجمعية بدأت تشارك في الدورات الصيفية التي كانت تنشأ في القرى من حوالين القرى المنصورة واستمرت المسيرة إلى أن عمل في الدرائب المصرية وكلال عمله في الدرائب المصرية أنشأ أيضاً اللجنة الرياضية في مصلحة الدرائب المصرية وانضم للجيش المصري في سلاح الصعقة وكان بلعب لعيب كورة في المنتخب العسكري تحت قيادة العظيم المرحوم علي زيور وجدت فكرة إنشاء جمع نادي شبان بدواي من خلال الدكتور أحمد ومر هاشم ومساعدته وتم إنشاء النادي وإشهاره سنة 94 وتخصيص الملعب هذا النادي في مدخل بدواي تخصيص الملعب خاد مجهود مدني من الحج دندراوي بمساعدة الدكتور أحمد ومر هاشم وآخرين وطبعا هو درع جوانا حبنا للرياضة والنادي وطبعا إحنا داعمين بعد وفاة الحج دندراوي سنة 2018 كانت صدمة بالنسبة لأن الموفاة كانت مباغتة وكان آخر لقاء ليه قبل الوفاة كان في الملعب النادي بيتابع الفرقة فرقة شبان بدواي وطبعا إحنا كلنا داعمين لهذا النادي وفاءا أولا لحبنا للرياضة ووفاءا لذكرى الحاج دندراوي بتوصية منه أنا وأخي وكل المحبين وكل عشاء هذا النادي ومن خلال النادي دا شجعناها السنة اللي فاتت وترقى لدورة الترقي وطبعا إحنا حصل نوع من أنواع الصدمة لأنه كان مفترض في دورة الترقي هيتم تسايد ثلاث فرق أو أربعة فجئنا صعد الأول والثاني فقط صعد الأول والثاني طبعا إحباط شديد لأنه تم إنفاق مبلغ حوالي مليون وثلتمائة ألف جنيه بدعم كل المحبين وحب أتوجه بالشكر لمجلس إدارة النادي بقاسة الكابتن رمضان مصباح وأوجه بالشكر برضو لنائب الرئيس الأستاذ محمد راس لأنه هو دعم النادي أولا دخل للنادي بعد وفاة الحجد أندراوي على مركز على منصب نائب الرئيس وتم تسايد الكابتن رمضان التعلب وطبعا محمد راس لما دخل المجلس الإدارة عمل طفرة عمل تطوير في النادي وتطوير في غرفة مجلس الإدارة ومكان النادي والنادي الاجتماعي فيه إلى جانب تطوير صور للنادي ودعم مد قوي وعمل هيبة للنادي بإضافته وكذلك أوجه الشكر للكابتن هاني كوان ده أقو صديق بالنسبة لي طبعا صرف مبلغ ضخم جدا على النادي مبلغ يضحب كتير وطبعا تبنى اللعيبة كان محبوب جدا من كل اللعيبة وانتماءهم كان جعل زرع انتماء وحب النادي داخل لعيبة الفريق وكان روضة قوية جدا وأحب أتوجه بالشكر للمدرب الكبير العظيم الكابتن المحالي نحن نفتقده الآن ونفتقد روحه من المدربين العظماء جدا اللي عمل طفرة في نادي شبان بدواي كابتن محمد المحالي فعلا يعني لقى أصبع يعني من النور في نادي شبان بدواي وما نجحش ألا مع شبان بدواي طبعا لأن أولا كان متوفر له المناخ وكان طبعا ده هو ده كان الحاج المنظراوي هو اللي عينه مدرب للفريق واستمر ست سنوات وطبعا طبعا احنا بنستعيد ونعزي أنفسنا بوجود العظيم الكابتن محمد رياض قيمة كبيرة جدا فيه كلاعب وكمدرب وبرضو أوجه الشكر الجندي المجهول والرجل الصامت الذي يعمل في صمت والأستاذ أمين الصندوق محمد رمضان السباخي وطبعا أنا ما انفعش أتكلم عن أخويا السادة النضراوي ده لأنه أكتر إنسان شفت وعاشق للنادي زرع جوانا حب النادي كان أكتر واحد يحب النادي أكتر من الحج نفسه أكتر من أي إنسان بيضحب وقته وفلوسه وماله وطبعا هو اللي أنشأ ربطة مشجيع النادي وكلنا دعم وراء هذه الربطة حبا في الكيان طبعا نرجع لحضرات مرة تانية عشان معنا الكابتن حمد مرجان ناقد رياضي وابن من أبناء بدواي عاوزين نعرف من الكابتن حمد مرجان كده يعني يعني أنت ظللت مع الحج الضندراوي فترة كبيرة عشرته فيها إيه اللي أنت شفته في الحج الضندراوي الحج الضندراوي كان مثل لنا كلنا من أحدى زي بكلنا نتعلمنا منه كل حاجة فكورة هو اللي علمنا الصبر واللي إحنا نشتغل بصمت نتعامل مع الناس يعني هو كان زرع فينا حتة المقابلة أولا نحن نعرف نتقابل مع الناس نتكلم الناس حتة المكسب والخسارة ديت ما كانش هو أصلا بيعمل لها حساب أكتر أنه يقابل الضف بتاعه كويس كان اللي بيجي النادي عندنا كان كأنه جاي بيطه فهو يعني كان ومعظم فعلا رؤساء الأندية في الدقالية بتحب الحج الله يرحمه الحج الدندراوي عشق يعني حب لدرجة العشق من مقابلته ومن طريقته مع رؤساء الأندية وأعضاء مجلس إدارات الأندية على مستوى الدقالية كلهم لهم علاقة وطيظة بالحج الدندراوي والله يرحمه أنا على مدار عمري يا كابتن محمد ما شفتش رئيس نادل بادواي ألا الحج الدندراوي تمام يعني الفترة اللي أنا عيش يعني عندي 45 سنة 45 سنة دولت ما عرفش رئيس نادل حج الدندراوي هو اللي حطنا على الطريق وهو اللي خلاه نعرف نتعامل مع كل الأندية وعملنا شخصية يعني كحامده إزاي يتعامل مع الناس إزاي الشغل مع الناس كده هو اللي زراعنا في النادي إحنا مفتقدونه الفترة ديت لأنه هو من نوعية اللي ما كانش يبيشيل من أي حد حتى لو حصل خلاف في النادي لا يمكن كان يشيل بعالعكس بقى الوقت الحالي احنا عندنا في النادي مفتقدين كمان جميع راضيين اللي موجودون في النادي يعني أنا عندي في النادي يعني في حاجة قبل الهوى كده انت بكلمني فيها ان مفيش ولا واحد من بدواي بمرا في بدواي هي دي المشكلة يا كبتل محمد عندنا ان انا يبقى عندي نادي لعبوت الواحدة اللي عنده اللي هو كورت القدم اللعبة اللي الشهيرة على مستوى الاندي يقول لها ان ما يبقاش عندي في النادي ولا مدرب من بدواي رغم ان احنا عندنا كوادر كتير جدا تمام امثال الشربنة عن طر اللي كان بلعب في الممتاز انا كان لعب اه 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 محمود قلبة مع ذكر يعني الالقاب يعني محمود البحراوي اه صلاح التعلب ومجموعة كتير من اللعبة المفروض لها كانت موجود منها حتى في النادي بس هي بترجع بردوك للفكر الاداري اللي شغال المفروض انا كعندي كمجلس ادارة ايه الناقص عندي فما اجي بص كده في الملعب ملقيش ولا واحد من ابني المكان موجود ايه السبب فاحنا لازم نفكر ازاي نستقطب الناس ديها تورجعها النادي او الناس دي بعيدة ليه طب احنا انقول ونفكر معاك ونفكر مع السادة المشاهدين ازاي نرجع الناس دي مرة تانية للنادي بتاعهم النادي شبان بدوات انا ارجعهم انا كراجل رئيس مجلس ادارة موجود في النادي انا اللي اعمل استقطاب الناس ديها اش اسأل نفسي او اسأل المجلس اللي معايا الناس دي بعيدة ليه كمثال مثلا انت انت راجل عندك مثلا كمدرب زي الشربين عنطر نجح في عندك ونصعد الفرقة وفجأة لقى نفسه برا انت جاي بعد ما مانسك فرق اول بتمسكه فرقة ناشئين ازاي ابقى مصعد فرق وابقى امسك فرقة ناشئين وهو الشربيني مسك فرقة الناشئين بعد ام مصعد الفرق عشان خطر حاجة دنضراه تمام فانا ازاي يا ف Castl انا كمثال مسك النادي من 2004 لغاية 2014 جيه مجلس ادارة جديدة مجلس ادارة جديدة فجأة كده يعني بيشتغل عارف ان حمد شغال في الزرقة وسيب النادي من 2014 ما سألش نفسه مرة مجلس الدارة كبه هو حمد ناجح برة احنا لقى ما نتكلموش عايزين نفهم حاجة فهم حاول يفهم بالأسف يعني مجلس الدارة اللي موجود يعني هما ينقصهم الخبرات في الحدد لزيرية لان القرار اللي هو في انفرادية بيسيطر على مجموعة مش النادي عندنا بس مجموعة من مجلس القدارات نفس الطريق هو الصوت الواحد بيسيطر على المجموعة اللي معها فهو المرحلة الجهة ان شاء الله يعني الناس كلها الوقت المتكتلة ان هما يكونوا متواجدين في النادي فلازم يبدأ رئيس مجلس الدارة بتاعنا لأستاذ ربطان ان يجمع الناس ديها ويدخلها النادي واستقطبها طيب كابتن محمد دندراوي يعني ايه اللي انت بتنتظره من نادي شبان بدواي في الفترة القادمة ان شاء الله اولا الطموع الطموع ملوي السقف اولا احنا بنتمح ان احنا نشتغل على النادي كويس جدا وهنستقطب كل المحبين للنادي والدعمين ماديا لكي نرى النادي في مكانة افضل ينصعده درجة انا رؤيتي اتمنى يكون اشوف النادي شبان بدواي في الممتاز به وان يهدى لي بال الى ان ارى في الدور الممتاز مش الممتاز به برضو لان ده طبعا دايما كان خد من الحج دندراوي الله يرحمه يقولك يومك اللي فات ما يبقى زي اليوم القادم لازم افه جديد في حياتك ولازم تنوحك ملوس سقف اسعى والنجاح على ربنا سبحانه وتعالى فاحنا دلوقتي بنحاول نجام مع كل المحبين للنادي للتكالب ورا النادي لحضور المتشاط لحضور التدريبات للاستدادة بالافكارهم اكيد طبعا كل طبعا في النادي لابد في ناس كتير جدا مثقفين مهندسين واطباء وسياسيين واقتصاديين فطبعا كل واحد اللي هو رؤية اقتصادية في تنمية الموارد هناخد بيها واللي رؤية فيه رؤية تدريبية هنستعين بيه ولؤية الدائرية كذلك برضو لان النادي يحمل كوادر كتير جدا وقرية بدوية قرية كبيرة جدا تعداد سكانها ضخم وهي من الكرة الضخمة الى جانب النادي طبعا من خلال نجاحاته السابقة كون شعبية ضخمة جدا على علاقات النادي لفي المحافظة ضد الالية الى جانب كمان في القاهرة هنا كمان مشجان للنادي من خلال صفحتي والناس بتسألني كتير جدا عن النادي لان اولا اول مرة في التاريخ النادي في قرية يوصل لهذا المستوى بمجهود اشخاص قليلين وطبعا كان دايما الحاجة يقول لي كلمة دايما عالقة في ذهني بناء نادي او فريق رياضي يساوي بناء مسجد لان الرياضة هي بتنمي الاخلاق وتبعد الشباب عن اي ما هو عن اي مبقات سواء مبقات دينية او اخلاقية فطبعا لازم اولا النادي الوقت فيه مدارسة ناشئين مدارسة قوية جدا بقيادة الكابتن جاء التوفيق وده كان حارس مرمى في نادي القناة وطبعا من الكوادر الشابة الناجحة واحنا كلنا بندعمه وبنروح نوف معاه انا دايما كل ما بنزل البلد وبنزل البلد الوقت مخصوص من اجل النادي لان طبعا بلاقي نفسي وانا داخل النادي بحس ان انا بتنفس هوا رقي بحس ان اتنفس فيه حب بقابل كل حبيبي كل صحابي النادي الوقت بقى رابطني بقى بالنسبالي مركزي ووثقة رأسي نادي شبان بدواي طب يا عزيزي المشاهدين احنا حضرتك يعني كابتن محمد كابتن حمدي عرفنا ان فيه قرار اتاخد بالامس باستكمال القسم التاني الى الان لم يتم معرفة هل يتم استئناف مصابقة القسم الثالث ام لا او قسم الرابع كذلك الوضع لكن في عجلة سريعة كده المجموعة الاولى مجموعة الصعيد في المنافسة بانسويف 35 نقطة البنك الاهلي 35 نقطة الألمونيوم 32 نقطة شبان انا 31 نقطة دول الاربع فرق اللي بنفسه عشان يصعد منهم فريق للدور الممتاز هنعرف بقى مع حضراتكم كل فريق هيلعب مين في الخمس مباريات القادمة المجموعة بانسويف ديروت والفيوم تلفونات بانسويف والبنك الاهلي وطاطا اما البنك الاهلي هيلعب شبان انا وصوهاج والمينيا وبانسويف وبترول اسيوت الألمونيوم هيلعب طاطا والإعلاميين وشباب انا وديروت وصوهاج اما شباب قنة اللي هو 31 نقطة هيلعب البنك الاهلي وطاطا والألمونيوم والمينيا شايف كابتن حمدي انت ناقد رياض كبير شايف المنافسة هتنحصر بين مين ومين بص يا كابتن نافسة هتحصر بين الاربعة تمام بين الاربعة فرقة لان انت الوقت انت عندك خمسة وتلاتين اتنين وتلاتين واحد وتلاتين تمام طيب المعدل البدني والفني يا كابتن هيبقى ناقص اه فاحنا محنش عارفين مين فيهم الوقت في الاربعة يصحى عظم لانه كان البنك الاهلي كان واربعة نقط بين الاول والرابع مش كتار والرابع مش كتار لسه عندك يعني في 15 نقطة برا يعني خمس مباريات في تلات نقطة بخمساشر نقطة ممكن فرقة تفوز في كل الخمس مباريات ممكن فرقة تتعصر ممكن فرقة تتعادل محدش يعرف مين اللي هيصعد من المجموعة دي صح؟ يعني عندك الالامونيوم والبنك الاهلي عندهم خبرات كتير اوه في الدورة ده وبني يصف نفس النظام فهي مشكلة الوقتي انه هو ازاي المعدل البدن والفني هيتماشى مع الفرق دي في الوقت الحاضر هل هم العود بمبارات ودية حاليا هو بقولك وقت مش هيبدأ الا بعد العيد يوم اربعة سبعة اربعة تمانية وهيعمل المساحات وهيبدأ الدوري عشرين تسعة عشرين تمانية فهي الوقت الوقت اصلا يا كابتن دايق جدا يعني هيبقى حوالي معاه خمسين يوم يا كابتن حمدي يعني هيعمل فترة اعداد في شهر ويلعب تلات اربع مبارات ودية هيبقى قدامه متاسع ان هو يلعب المبارات يعني والله يا كابتن هنشوف الفترة اللي جادة المساحات هتاخد ايه لانه مش هنزول الملعبة اللي بعد موضوع المساحات تمام بالنسبة للمجموعة التانية يا كابتن محمد اللي هو مجموعة القاهرة بقى اللي انت عايش فيها القاهرة والقناة فيه منافسة بين سيراميكا كلوباترا اتنين وثلاثين نقطة والداخلية واحد وثلاثين وبوتروجيت تسعة وعشرين منافسة ثلاثية سيراميكا فضلها الكوكاكولا ومنتخب السويس والنجوم والمريخ وجمهوريت شبين اما الداخليةフضلها منتخب السويس والنجوم وجمهوريت شبينّ والمريخ والناصر وتروجيت فضلًو الترسانة وكوكاكولا منتخب السويس والنجوم والمريخ شاهر المنافسة تبقى محصورة بينه مين ومين أولا المستوىات متقربة جدا ما هي سيراميكا 32 الداخلية 31 بيترو جيت 29 نقط هي الثلاث فرق الأولانيين سيراميكا وبيترو جيت أنا وجهة نظر كده يعني والداخلية برضا 31 لا الداخلية كإمكانات مادية أقل من سيراميكا ومن بيترو جيت لأن الإمكانات المادية بتلعب لها عامل كبير جدا في الصعود الوقت الكورة بقت بيزنيس الوقت أكتر منها ما هي رياض الفدوس هي اللي بتتكلم الوقت في الكورة قبل أي شيء الإمكانيات المادية عامل كبير جدا فدائما الفرق اللي عندها دعم مادي قوي هي اللي بتقدر تكامل وتواصل هناخد أعزائي المشاهدين فاصل بسيط كده ونرجع لحضراتكم مرة تانية رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين الكرام في قرط البلد زي ما قلنا لحضراتكم قرط البلد في كل بيت في البلد أنا أتناول القسم التاني والمجموعة الثالثة كابتن محمد ومعايا كابتن حمد مرجان بردك المجموعة الثالثة مجموعة بحر واسكندرية في منافسة ربعية بين ضمنهور 33 نقطة غزل المحلة 32 فرقه 32 والمنصورة 30 نقطة المباريات المتبقية لكل فريق في المنافسة ده منهور متبقي له علاء عبد كيرنس وفرقه والمنصورة والرجاء وبئير للأسمدة أما غزل المحلة يتقابل مع الرجاء وبئير للأسمدة بلدية المحلة بيلا والأولمبي فرقه هيتقابل مع المنصورة وده منهور والرجاء وبئير للأسمدة وبلدية المحلة والمنصورة متبقي له خمس مباريات مع فرقه والأولمبي وده منهور ومالية كفر الزيات والرجاء شاف كابتن محمد فرصة من الأقرب ده منهور 33 نقطة غزل المحلة 32 فرقه 32 والمنصورة 30 أولا طبعا أتمنى المنصورة هي اللي تصعد يعني عشان خاطر المنصورة دي بلدي وبلد لها وكافرة كورة بلد لها تاريخ كبير جدا في الدور الممتاز والمفروض تبقى مكانها والدور الممتاز وليس الدرجة التانية لكن هي تبقى المنافسة بين ده منهور والمنصورة وغزل المحلة قريب جدا وغزل المحلة برضو قريب جدا بس طبعا لقدر يجهز نفسه فترة في الفترة دي طب نادي فرقه يعني نادي السسماري شركة أدوية معهم فلوس جايبين لعبة كويسة وعندهم أيضا 32 نقطة في المنافسة ما هي القصة بقى هي مرشاة المتقابلة بينه وبين بعض هي اللي هتفرق تمام المنافسة اللي بينه وبين بعض المرشاة المتبقية اللي بين الفرق المتنافسة بينها وبين بعضيها هي اللي هتفرق أي فرق هتصعد بس أنا متفائل إن المنصورة اللي هتصعد كابتن هارد مرجان وإنت وجيت نظرك إيه في المجموعة الثالثة هو بالنسبة للجدولة كابتن ده اللي فرصته قوية جدا مع الجدول هي غزل المحلة وأنا أتمنى المنصورة لأنه مباراة غزل المحلة أسهل عن المنصورة وعن فرقه لأن فرقه وده منهور جاني المنصورة تمام وقد بلك فهو رقم واحد هي غزل المحلة المنصورة بس أنا برضو عندي يعني أمل إن المنصورة ماشي بمستوى ثابت الفترة الأخيرة على أسهل الكابتن ناسر تعب هو الدكتور حسن مونير فهما إن شاء الله هما اللي هيصعدهم بمجود منهم ربنا يكرمهم إن شاء الله ويصعد الفترة اللي جاية فإحنا نتمنى المنصورة لأنها تصعد يا كابتن ربنا يكرمها إن شاء الله طيب إيه رأيك في اللاجلة الخماسية اللي أصدرت قرار باستكمال القسم التاني بالأمس ولما تصدر قرار بموضوع الهبوط هل يتم هبوط خمس أندية كما الليحة بتقول من بداية السنة ولا هيتم تقليل عدد الأندية من الاثنين أو تلات أندية يهبطوا بس أو يتم إلغاء الهبوط ده اللجنة الخماسية لسه ما خدتش قرار بهذا الشأن أما بالنسبة للقسم الثالث اتحاد الكورة واللجنة الخماسية قررت تأجيل القرار للإسبوع القادم يعني فيه أندية كتيرة كابتن محمد كابتن حمدي فيه لعيبة كتيرة وأندية كتيرة مش عارفين رأسهم من رجلين الأندية لا ناقة لا ولا جمل كل اللي عنده كان صالت أفراح ما عادش بتتأجر الوقتي ما عادش فيه موارد سابتة في الأندية تعرف تدي للعيبة ولا تدي للأجهزة واللعيبة مضي على عقود عقد احتراف بيقول أن أنا باخد مرتب شهري كذا أو باخد قصتي كذا واللقاندية مش عارفة توفي بالاتزاماتها نحو اللعيبة وجهة نظر حضرتك في هذا الموضوع أولا الأندية مظلومة ظلم بشع أولا الموارد ضعيفة جدا في الأندية محتاجين نظرة من الدولة لدعم الأندية القسم الثالث الناس دي كلها قيمة على التبرعات وعلى دعم المحبين للنادي نسيت حاجة مهمة جدا أتوجه بالشكر والتحية لرجل الأعمال المحاسب المحترم محمود عبد الواب سحاء دعم النادي الفترة العامل السابق مبلغ ضخمة جدا وكان مشجعين النادي وكذلك الأستاذ عزة السيد كان لعيب كرة في نادي شبان بدواي في جمعية شبان بدواي وأتهجش بمهندس محمد رشدي وندوى ربنا سبحانه وتعالى أن يستمروا دايما في دعم النادي أول حاجة الدولة لازم تنظر نظرة لهذه الأندية لأن النادي ده دور اجتماعي ورياضي لتنمية الشباب وتوجيه الشباب وجاذب الشباب للرياضة وده طبعا بيساعد على تطوير مصر وتدبيت كوادر قيادية في البدن الإنسان الرياضي يختلف على الإنسان غير الرياضة إن الإنسان الرياضي دايما واخد على المنافسة ودايما الجسم السليم في العائلة السليم فطبعا اللعيبة أول حاجة الأندية مظلومة واللعابة مظلومة الأندية دي مالوش دخل دلوقتي وكذلك اللعيبة قاعدت في بيوتها بدون دخل وطبعا عندهم التزامات مادية تجاه أسرهم والتزامات مادية في قصات ووقود فطبعا الموضوع شائك فحاوس تدخل من الدولة بالدعم دعم للأندية عشان تقدر تصرف للعيبة عشان تقدر توفي بالتزامتها أو أربعة شهور في البيتة كابتن حمد طبعا لأن فيه لعبة كتير جدا ملاش داخل غير كرط القدم ملاش داخل آخر غير كرط القدم واللاعبة كابتن محمد اللاعب اللي ما بلعبش دوره ممتاز يعني بلعب دوره ممتاز طبعا بياخده احنا شايفين الصفقة بتاع الطائر محمد طائر 21 مليون لنادي المؤولين العرب عشان ياخده من نادي الآلي نادي الآلي ياخده من مؤولين ب21 مليون وكذبين في العقد ياخده 20% في حالة بيعه لأي نادي آخر طيب لعب زي ده باخد 21 مليون ده أنا عندي لعيب القسم التاني والقسم التالت ما بياخدش عشر تلاف جنيه مؤدم وليه مرتب ألف جنيه ولا ألف ونص هيعايشوه ازاي هو وقسرته وكمان ايه بقاله أربع شهور ما بيقبطش الأمور صعبة جدا جدا لابد من وقفة من اتحاد المصر للكرط القدم لابد من صوت العقل في اللجنة الخماسية للكرط القدم علشان التزامات اللاعبة ده يا جماعة الناس دي عايشة ما لهمش داخل تانى للكرط القدم ويعني رسالة توجهها كابتن حمد في هذا الموضوع ووتود ايه؟ والله احنا بيقول لها كابتن ارحموا فرق الدرجة الثالثة ديت لان هم اول فرق مظالم فعلا ما بياخدش اي امكانيات من الاتحان ولا بنزور لهم دربين ولا لعيبة بقالهم أربع شهور الوقت عاديين في البيت ولا هم عارفين هلعبوا امتى ولا حددوا مسابقتهم هتشتغل امتى حتى موضوع المساحات ده هم مش عارفين هل الدور هيكمل ولا مش هيكمل موضوع الهبط اللي انت قلت عليها كابتن ما احناش عارفين فعلا هنعمل اصدام بينه وبين الاندي سأذنك بس معنا مكالمة من الكابتن العربي الاشموني مراسلنا في الدهالية اهلا بك كابتن عربي اهلا وسهلا بكم كابتن محمد عبد النبي الاعلامي الكبير صديق الغالي وضيوفك الكرام اللي ببعث لهم التحية من ارض مدينة دي كيرنس تحياتي لكابتن مرجان كابتن حمد مرجان صديق الحبيب منوحشني بالامانة والله نفس اشوفه من كابتن محمد الدندراوي ابن الحج الدندراوي فهيم اسم الدندراوي يا كابتن محمد عبد النبي اسم كبير جدا جدا ملعب الدندراوي فهيم بدواي واهل بدواي الكرام اخر استعدادات فرق دي كيرنس للسئناف مصابقة القسم الثاني والله يا كابتن محمد الاستعدادات على قدم وصاق في نادي دي كيرنس واخدين كل الاحترازات اللي وزارة الصحة ونبهت عليها وكله بيستعد وفيه مسحات تتعامل وفيه تعقيم فيه بوابتين واحدة على المبنى الإداري واحدة على ملعب القرى كل اللي داخل واللي خارج بيتعمله طبعا بتاع درجة الحرارة فيه درجة الحرارة فيه التزام بالكمامة فيه تعقيم مدرس القرى بدأت ترجع للنشاط التدريبات بدأت ترجع فريل اول بدأ يلملم اوراقه مرة تانية لاستعادة المنافسة على التواجد في الممتاز به طبعا الممتاز به صعب جدا جدا وان شاء الله احنا كلنا فرحنا كابتن محمد ان اللجنة الخمسية نهت الصراع وقالت القرار ان الدوري هيستكمل لسه خمس مطشاط في الممتاز به نادي مستكمل علشان ما نبخصش حق احد انت عندك ده منهور وغلد المحلة والمنصورة وفارقه بينفسهم ومعام الرجاء وبعدين من دي كيرنس والبلدية وفيه صراع الهبوط يا كابتن عربي احنا هنا من كورة البلد بنتقدم بالشكر للمهندس الخضر ابراهيم رئيس مجلس إدارة نادي كيرنس عطفرة الكبيرة اللي عاملها في نادي كيرنس وايضا الكابتن تامر اسماعيل نائب الرئيس وكل اعضاء مجلس الادارة كابتن احمد برما وكل الاخوة الزملاء في نادي كيرنس لهم منها كل الشكر وكل التقدير عاملين موسم ناجح ناجح في كيرنس السنة ده كابتن محمد انا بضم صوته لصوتك كابتن محمد عبدالنبي فعلا البشمانت خضر ابراهيم ومجلس إدارة عاملين طفرة وعاملين حالة جميلة جدا في كيرنس ومهتمين بكل حاجة مفيش صغيرة ولا كبيرة الا بيتابعوها وعملين شغل عالي قوي قوي في نادي كيرنس في الالعاب الجماعية والالعاب الفردية شغل عالي جدا جدا بالامانة بس انا كنت اتمنى من اللجنة الخماسية ان كان استحسم الموضوع من بدري وكنا لعبنا لعب من غير جمهور والدوري من غير جمهور كنا بدأنا وكان اخدوا كل احتياطاتهم مفيش مشكلة خالص مفيش داعي للعطلة لان فيه لعيبة قاعدة في البيوزة ما حضراتكم بتتكلمهم وبتتكلمهم في الموضوع ده لعيبة اكل عشها يا كابتن محمد مفيش نوم مصدر داخل غير الكورة مدربين ولعبين واداريين وامال غرف ملابس كل شيء الدنيا كلها كانت وقفة يا كابتن محمد شكرا للزميل المحترم مراسلنا كابتن العرب الاشموني من دي كيرنس وايضا معانا مكالمة اخرى من حبيبنا وفكهة الكورة في الغربية كابتن عبدالنبي النادي مراسلنا من الغربية اهلا بك كابتن عبدالنبي اهلا بك كابتن محمد لك كل التحية والتقدير من قلعة الصناعة والرياضة مدينة المحلة الكبرى برحب بحضرتك برحب ببرنامج كورة البلد في كل الفضائيات وفي أي قناة انت بتنور انت بتشرف بالفعل بتقدم وجبة دسمة من الاخبار الرياضية لكل الرياضيين بتمنى لك التوفيق برحب بضيوفك الكرام كابتن حمدي النجم المتقلق اللي بقول له وحشني كابتن محمد زكرنا كابتن عبدالنبي لستيديو اه يمكن كابتن محمد يعني لو انت لو انا عملت المداخل قبل ما كنت تسأل الكابتن حمدي كنت اقول لك ان غزل المحلة هو اقرب الفرق تمام بالفعل كابتن حمدي قال اللي انا كنت عاوز اقوله اولا ان قرار اللجنة الخماسية اسلك صدور كل المحلوية بالفعل اللي احسن موسم لصعود جزل المحلة الى دور الادواء والشهرة هو هذا الموسم بالفعل لانه يملك امكانيات قوية يملك مجلس ادارة مستقر اللعيبة حصلت على كل مستحقتها بالفعل ممكن جماهير المحلة بتتعشم خيرا في وجود الدكتور احمد عمر رئيس مجلس الادارة الجديد اللي تولى نادي غزل المحلة مؤخرا خلفا للمهندس اشرف عزة اللي ترك بصمة جميلة وحب جماهير الكرة المحلوية له بالفعل ممكن كابتن خالد عيد هيبدأ الاستعداد على قدم وصاق خاصة ان فيه تواجد يومي ما بين الجهاز الفن والجهاز الادارة واللعيبة فيه استاد غزل المحلة لكن اتمنى ان طبعا زيما حضراتكم عارفين ان كرة القدم ما بتعترفش اهلا بالعطاء والجدية والنتائج والنتائج تمام وما بتعترفش يعني لا بالاسماء ولا البطولات في الوقت الحالي برضو عشان من وقت البرنامج انا بحب ان انا اهني نادي بني عبيد والدكتور هرماس ردون بصعوده من القسمة الثالث كبطل للدقاهلية الى الممتاز به اممكن احدث الاخبار والانفراضات الجميلة في كرة البلد كابتن محمد ان نادي سمنود الرياضي يتعاقد رسميا مع الدكتور ماهر عبد الحليم كمدير فني للفريق الموسم القادم ومعاه نجم المنصورة عبد المنعم مسعود مدرب عام كابتن احمد عبد المولى مقطة احمال كابتن احمد سلامة مدرب حراس الكابتن عبدالله الاشرم مدير اداري كابتن وليد عمارة اخي الساعة تعهيله عصابات والكابتن محمد الدرسي علاج طبيعي يمكن ايضا بنهن نادي كفر الشيخ بصعوده الى الممتاز به ايضا وبنهن من خلال برنامج كرة البلد المحاسب اشرف ابو حليمة والكابتن عبدالفتاح عبدالرازق المدير الفني لفريق كفر الشيخ اللي تم تجديد الثقة فيه امس بالليل كمدير فني لفريق كفر الشيخ في الممتاز به واحنا هنا من هنا بنشكر زميلنا الاعلامي خالد حسان زميل الكفاح مع الكابتن عبدالنبي النادي وبنشكر زميلنا عبدالنبي النادي فكهة القرى في الغربية على هذه المداخلة وشكرا يا كابتن عبدالنبي انا سعيد دايما بتواجد في كرة البلد معاك يا كابتن محمد لانك انت من الشخصات الجميلة كل شكر وتقدير لحضراتكم وضيوفك اللي انت بتفاجئنا بيها دايما من كل اسبوع ضيوفك جميلة شكرا للزميلة المتقلقة مرنة جمال على مجهودة في البرنامج شكرا يا كابتن عبدالنبي نرجع تاني يا كابتن حمدي كابتن سيد دندراوي عامل طفرة كبيرة وتحس ان هو يعني بيموت في حاجة اسمها شبان بدواي ودايما متواجد بصفة مستمرة في نادي الشبان ودايما واقف مع اللعيبة وقريب من مجلس الإدارة اللي رسالة اللي عاوز توجيها للكابتن السيد دندراوي كابتن السيد دندراوي احنا بنشكور على المجهدات اولا اللي بعملها في النادي اولا هو ابن النادي من سبع سن اصلا تمام لانه هو اصلا طماء يعني لعب في النشئين لعب فريق اول لعب في جمال المراحل السنية بالنسبة للنادي وهو اصلا بعشق الفريق وزا ما قال لك كابتن محمد هو اللي انشق الرابط السنة اللي فاتت وهو اللي كان بيدعمها ماديا ويعني حط من جوب يعني ماقولكش اكتر من ثلاثين خمسة وثلاثين الف جنيه في ربطة يعني ربطة غير اللي هو كان بيساهم فيه تمام بالنسبة للفريق الاول من الماديات كابتن سيد بيعشق النادي يعني يعني اداله وقت اكتر من بيته يعني الراجل عنده شركة في مرسو مطروح كان بيسيب شغله ويجي يقعد في النادي ببدوية لتدعم النادي واحنا يعني بنشكره للمجهودات اللي بيعملها في النادي ومازال بيقدم برضو مجهودات يعني هو برضو يعني نفسه النادي ده من السنة اللي فاتت من سنتين ثلاثة ان هو يصعب ومازال هو برضو يقدم الدعم وكون لسه بنتكلم بارح في الموضوع ده احنا بنعمل تنمية موارد الوقتي للنادي تنمية موارد عبارة ان احنا هندخ مجموعة من الاعضاء للنادي السيد محمد راس كان مبارح في المدرية وكان بيعرض الوضع على وكيل الوزارة فهو عرض قال له احنا هندخل ربو عمط عضو قال له ما عندش مانع طالما هتعمل تنمية موارد بالاعضاء في النادي فاتفق ان هو يدخل ربو عمط عضو فهو الوقت بيجهز بطيقهم بيجهز وراءهم من خلال برضو يكيل الوزارة واتفق معهم ان هو يدخل النادي ده يقول له عن 200 الف في الفترة الجاية دي عضوية جديدة عضوية جديدة اعم طيب اعضاء الجامعية العمومية عددها كام احنا عندنا الجامعية العمومية ستة مية ودي هتقوان يعني دخله بسيط للنادي فاحنا هو اخذ خطوة اول امبارح لما راحوا يقول له وزارة ان هو هيدخل ربو عمط عضو فان شاء الله الفترة الجاية ده هنعمل تنمية موارد على الوضوية بالمجموعات المحبين برضو كله هيا سرب كابتن ياسر ابو الحج كابتن محمود قلبة والمجموع اللي هي القديمة بتاعت النادي وكابتن ياسر الدريني ومحمد حصل المجموع دي فهم في كل يوم يعني اجتماعات عشان تنمية الموارد للنادي على اساس هم يقدروا يتعاعدوا مع العيبة الفترة الجاية فاحنا ان شاء الله في امور كده بمشي الايام دي ويتبقى الامور كويسة بالنسبة لنادي الشبان عندنا ان شاء الله طب كابتن محمد الدندراوي رسالة عاوز توجيهها لابناء بدوية اللوم اين نهار ده اول حاجة اقول لهم حاجة واحدة بس التفح وليل النادي لان النادي ده شرف لبدوية شرف لينا نادي في قرية بينافس على الصغود للدرجة التانية فالنادي بلا جمهور وبلا محبين لا يسوي شيء والرياضة هي اسمى شيء في الوجود الرياضة هي اللي بتسمي الاخلاق وهي اللي بترب الكوادر وهي بتخلي الانسان عنده بيسقل بتخسقل شخصية الانسان هم حاجتين بيناموا هم غزاء الجسم والعقل الثقافة والرياضة الاتنين الانسان لا يقدر ان يحيا بدونهما نقص عنصر منهم نقص الانسان كشخصية متكاملة وشخصية قيادية بس اولا احب اتوجه بالتحية بالتحية وهن الدكتور العظيم هرماس ردوان بصعود بني عبيد لان دايما انا بقول الرجل ده رجل زيو فكر مستنير ودايما بيفكر خارجي الصندوق ولا يكل ولا يمل في خدمة اهل دائرته وانا بحثت بني عبيد عليه لكن شرف لنا معرفة هذا الرجل العظيم وطبعا اتمنى بني عبيد برضو بدوايب وفي الدوري الممتاز احنا عمدينينا كادر من احسن الكوادر اللي موجود احنا هتشربان بادواي كابتن صبر عموحسن كابتن صبر عبدي المحسن يعني من ناس المحترمة جدا مدر القرى مخلص جدا جدا يعني بشوفه دايما من احسن المدرون القرى اللي جات في الناد اللي بعرف اتعامل مع الناس وبعرف اتعامل مع العيبة وبعرف يقابل الناس كويس جدا تمام واخد بالك وغير ان هو اصلا كان لعاب قرى موجود في النادي برضو ده فيه في سنة 82 كان بلعب نائي بتاع دورتي على كاس المرحوم السيد فيام الشيربيني اخو الحاجة ده انظره وكان بيحكي بالماشر ده كابتن يحيى البرباري فشافه وخده اه كابتن مجدي كابتن مجدي فيام برضو لان كابتن مجدي فام برضو كان بلعب من ضمن اولاد النادي وخدهم الاتنين ورح بهم اه كهرابة طلخة لعبوا خمس سنين في كهرابة طلخة وطلها الكابتن صبر من كهرابة طلخة رح بالقاس سنتين فهو كادر من الكوادر اللي هي بيديره القرى صحة في النادي تمام احنا هنا من خلال كرة البلد بنهني ابننا اسلام حمد مرجان ابن الكابتن حمد مرجان بمناسبة عيد ميلاده شكرا لكابتن محمد وبنهني حفدتي مليكة احمد الالفي بمناسبة عيد ميلاده كل سنة طيبة يا مليكة وكان في رسالة عاوز توجيها لخارج الوسط الرياضة يا كابتن محمد اول حاجة انا سكن في مدينة ناصر في المنطقة ال 11 في مدينة اسمها مدينة التوفقية وانشأنا اتحاد الشاغلين مشهر بذوء شخصية اعتبارية لما انشهرنا هذا الاتحاد اتحاد الشاغلين وانا عضو فيه واللوقتي قال رئيس هذا الاتحاد الشاغلين وجدنا مخالفات جامعة وجسيمة جدا في المدينة ومنها موضوع الجراشات الجراشات في شركة التوفقية الوقت بتبدأ تبيع الجراشات دي والناس بتحولها لنشاط اخرى غير نشاط الجراش كمخازن ومخازن واشياء اخرى فانا بناشد مناشدة طالما مع قرار سياء رئيس الجمهورية العظيم سيدة المشير عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء بتحويل بيرجع بنزع ملكية هذه الجراشات واعادتها لملاك العقارات لاستغلالها الاستغلال الامسل وهو للنشاط الذي انشأت من اجله وهو جراش وليس اي نتيجة اخرى الى جالب رأينا ايضا محلات كثيرة جدا بتعمل فراشطات مزعجة احنا في نهاية هذه الحلقة بنتقدم بالشكر لكابتن محمد الدندراوي راعي فريق شبان بدواي على وجودك معنا في هذه الحلقة وايضا بنشكر الزميل حمد مرجان الناقض الرياضي بنشكر رئيسة التحرير مارينة جمال وبنشكر مخرج الرواية معنا النهاردة كابتن وليد والاستاذ وليد عمارة انا اللي بابقى سعيد جدا لما بشوفوا معايا في الاخراج الاساس وليد عمارة ولكم تحيات محمد عبد النبي وإلى اللقاء في حلقة قادمة من كرة البلد كرة البلد في كل بيت في البلد